أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا اليوم ببكين محادثات مع نظيره الصيني وانجي تندرج هذه المحادثات في إطار الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات التنائية منذ التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية من طرف جلالة الملك محمد السادس ورئيس الصيني تشي جين بينج بمناسبة الزيارة الملكية إلى بكين عام 2016 هذا وأكد الجانبان دعمهما الواضح والدائم والمتبادل في القضايا الأساسية التي تهم المصالح الحيوية للمغربي والصين متابعة لهذا الموضوع وللحديث حول أبعاد الزيارة معنا من العاصمة أرباط الدكتور محمد الشتات والأستاذ الجامعي والمحلل السياسي المتخصص في شؤون الدولية أهلا وسهلا بكم سيد أهلا وسهلا الصين قوة عالمية اقتصاديا وسياسيا وهي لا تنفك تبحث عن شركاء أقوية وزيارة تأتي في هذا السياق بداية ما هي دلالات هذه الزيارة خصوصا في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة للصين علاقة وقيدة ومهمة جدا مع المغرب لأن ترى الصين أن المغرب هو عبارة عن باب لإفريقيا ودخول إفريقيا خاصة في المجال الاقتصادي وللمغرب تجربة كبيرة في هذا الميدان لأن هناك عدد كبير من الشركات المغربية في إفريقيا وتريد الصين أن تستفيد من التجربة المغربية في مجال الاستثمار وكذلك يجب ذكر بأن العلاقات الاستراتيجية الموجودة ما بين الدولتين هي علاقات سياسية لأنه الصين تعترف بصحراء المغربية والمغرب يعترف كذلك بتراب صيني وبالقضايا التي تهم الصين في المجال السياسي وهذا دليل على أن الأمور تسير في الطريق المطلوب ما بين الدولتين في مجال السياسي والاقتصادي وتخافي كذلك نعم طيب منذ العام 2016 وأشرت إلى ذلك سابقا وبمناسبة زيارة الجلالة الملك محمد السادس إلى الصين أنذاك وقعت المملكة المغربية شراكة استراتيجية متقدمة مع جمهورية الصين الشعبية هل يمكن أن نعتبر هذه الزيارة زيارة رئيسة ديبلوماسية المغربية إحياءا جديدا للشراكة بين البلدين وما هي أفاق الشراكة بين غباطي وبكين طبعا الزيارة تدخل في إطار الإحياء وفي إطار توطيد العلاقات الموجودة ما بين البلدين ويجب الذكر أن هناك شركات كثيرة في المغرب استثمارات وهناك استثمار في مدينة ذكية بطنجة وربما هذه الزيارة ستقوم بإحياء هذا الاستثمار لأنه مهم جدا بالنسبة للصين الشعبية ومهم جدا بالنسبة للمغرب في مجال الاقتصادي ويجب كذلك الذكر بأن الصين الشعبية تريد أن تجعل من المغرب موطئ قدم مهم جدا بالنسبة لإفريقيا وكذلك بالنسبة لأوروبا لأنه المغرب قريب من أوروبا وتفصله بعد كيلومترات حناديد القارة وبالنسبة للصين أوروبا مهمة جدا في المجال الاقتصادي والمغرب إذن جيوستراتيجيا في مكان رفيع جدا فيما يخص الاستثمارات الصينية في القارتين وكذلك في المغرب الذي فتح أبوابه لشركات الصينية منذ مدة شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد شتاتو الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي المتخصص في شؤون الدولية شكرا جزيلا لك